معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي السيد إيهاب عباس أهلا بك سيد إيهاب إذن سيد إيهاب يعني اتهامات وراء اتهامات لكن هذه الاتهامات يعني مؤخرا خطيرة للغاية في نفس الوقت هي تبقي الرئيس السابق ترامب في العناوين الرئيسية للصحف على شاشات التلفاز وعلى وسائل الإعلام كيف تلقي بظلالها على وضع الرجل في الانتخابات القادمة إذا ما شارك فيها نعم أهلا بحضرتك وشكرا على الاستضافة وأهلا بكل المشاهدين طبعا كما حضرتك ذكرت تبقيه دائما في الصحف وفي الصفحات الرئيسية وعبر وسائل الإعلام المختلفة مثيرا للجدل والنقاشات المختلفة بين كل ما ذكرناه والمواطنين الأمريكيين حتى وبالتالي هي تعد أفضل دعاية للرئيس السابق دونالد ترامب في حملته الانتخابية طالما حتى اللحظة لم تتم إدانته بأي من هذه التهم طيب ماذا لو تمت إدانته أيضا فهي ستعد بشكل كبير تهم كلها حتى اللحظة غير مؤثرة بالشكل الذي من الممكن أن يمنعه من خوض صباق الرئاسة الانتخابية بل والفوز وكما نعلم وكما قلنا قبل ذلك استطيع أن يمارس حتى مهام منصبه كرئيس من داخل السجن لكن الاتهامات الجديدة هذه المرة تقربه أكثر فأكثر من فكرة التهم التي ربما يثور بشأنها الجدل حول ما إذا كان يستطيع أن يترشح أصلا للانتخابات أم لا يعني يخوض صباق الانتخابي أم لا لأنها تهم ربما تقربه أكثر من فكرة خيانة الدولة الأمريكية العمل ضد مصالح الدولة الأمريكية التمرد على الدولة الأمريكية كل هذه الأمور من شأنها أن تثير الجدل القانوني والدستور خاصة أن الدستور الأمريكي تفضل أنا سيدي يهاب دعني أتدخل معك بالنسبة للأمريكيين يعني اليوم النظرة للرئيس ترامب سواء كانت داعمين له أو المناوئين له هم يجدون رئيسا يعني رئيس الولايات المتحدة الحالي ضعيف سياسته الخارجية أكثر عدائية من ناحية روسيا هناك اقتصاد ضعيف أيضا رجل علامات الشيخوخة وضحت فيه هل في المقابل هناك شعبية لرئيس سابق ترامب أم أنها انتهت يعني كيف تنظر أنت في المجتمع الأمريكي الآن يعني بمنتهى الأمانة وكمواطن أمريكي ولأصدقاء كثر أمريكيون من أصول أوروبية ومن أصول شرق أوسطية وأسيوية وأعراق مختلفة يعني رئيس دونالد ترامب يتمتع بشعبية كبيرة وبات يتمتع بشعبية لدى بعض الفات التي لم يكن لديه شعبية معهم خاصة لهؤلاء الذين بنوا أمال وطموحات كبيرة جدا من النواحي الاقتصادية على الرئيس الحالي جو بايدن وخذ لهم بسياساته المختلفة التي أدت إلى زيادة تكاليف الحياة والمعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية وتكاليف حتى يعني أبسط شيء مثلا البنزين الذي لا غنى عنه هنا لأن السيارة تستخدم بشكل يومي ولا يمكن أن تستغني عنها أصبحت تدفع تقريبا ضعف ما كنت تدفعه أيام دونالد ترامب يعني إذا كان بند البنزين في راتبك مثلا 250 دولار أيام دونالد ترامب هو اليوم يصل إلى 500 و 600 و 700 دولار فأصبح يشكل ثقلا وعبا كبيرا على المواطن الأمريكي آخر استطلاعات للرأي التي تشير إلى توفير الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية تقول إنها في أدنى مستوياتها وإنها لا تتفق مع ما يصرح به الديمقراطيون اليوم إنه مفر وظائف أكثر من وقت دونالد ترامب إلى آخر مؤشرات البورصة أيام دونالد ترامب كانت أفضل بكثير حقق ارتفاعات مرحوظة كبيرة جدا فإذا المواطنون الأمريكيون بشكل كبير يعني من أتعامل معهم والجدال السائر اليوم في أوصات الأمريكيين يقول إن ترامب ستكون لديه حظوظ كبيرة جدا كي يحقق الكثير في الانتخابات المقبلة هذا إذا تم ترشحه بشكل أساسي سيد يهاب هذه الجرائم أو التهم الذي استمعنا إليها وهي مؤخرا طرحت على الرئيس من المدعين العامين تهم خطيرة جدا هل ممكن أن يتم إثباتها يعني من طبيعة الدلائل أو الدعاوة أو الدفوعات التي تقدم من المدعين العامين هل ممكن إثباتها حقيقة؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يبحث عنه الجميع اليوم يعني لو استطاع المدعون العامون أن يثبتوا هذه التهم ربما سيكونون أقرب أو في أقرب مرحلة من المراحل التي يصل إليها الديمقراطيون لماذا يقول يصل إليها الديمقراطيون؟ لأن هناك انتهامات كثيرة بأن الديمقراطيين يسيسوا القضاء الأمريكي وكل الدلائل في الواقع يعني تشير إلى أننا نعيش هذه اللحظة للأسف الشديد داخل الأولايات المتحدة الأمريكية كلما زادت حدة التهم وقربته من فكرة أنه عمل في إطار متمرد ضد مصالح الدولة الأمريكية كلما اقتربنا أكثر من ما يسمى بالتعديل الرابع عشر في القانون الأمريكي والتعديل الخامس والعشرين وكلها تدور في أطر أنه لا يجوز أو لا يحرم من العمل الفيدرالي أي شخص قام مثلا بالاستيلاء أو بتزوير أو بإضاءة بشكل مقصود لملفات ووثائق أمريكية خاصة بالدولة الفيدرالية إلى آخره لكن حتى ما أقوله لك لحضرتك ما زال عليه الجدل هل هذا سيمنعه في نهاية المطاف من خوض الانتخابات؟ هناك جدل أيضا قائم في هذا الأطر هناك من يؤكد أنه بالفعل من الممكن أن يتم منعه هناك من يقول لا حتى هذا الأمر لن يمنعه وسيستطيع أن يخود غمار الانتخابات وهو نفسه قال سئل في المقابلة التلفزيونية قبل ثلاثة أيام أو أعتقد راديو لا تذكر تحديدا وقيل له هل هذه التهم ستثنيك عن خوض الانتخابات أم ما زلت مسررا عليها؟ قال لا بالعكس هي تزيده صلابة ومصر على خوض الانتخابات وأنه سيفوز في هذه الانتخابات سيدي إيهاب بالنسبة يعني هناك حديث طبعا في الصحفة الأمريكية عن الحلم الأمريكي وربما عودت رئيس ترامب مرة أخرى لكن هذا البعض يطرحه أنه غير معلق بالأمريكيين الناخبين لكنه معلق بالدولة العميقة بالمتنفذين سواء في الحزب الجمهوري أو في الديمقراطي هل هناك من يرغب في عودة رئيس ترامب أم أن هؤلاء المتنفذين الأباء الجدد كما تسميهم الصحافة الأمريكية لا يريدون ذلك؟ صح يعني دعني أقول لحضرتك أصلا أن مصطلح الحلم الأمريكي لم يعد موجودا يعني أعلم نافذ كثير يعني يأتون من دول مختلفة ويعتقدون أن أمريكا ما زالت دولة حلم لا لم تعد كذلك كما كانت في السبق فيما تعلق بما ذكرت حضرتك الأباء الجدد وقدرتهم على منع ترامب مثلا أو قبول مرشح آخر أو قبول ترامب نفسه في خوض الانتخابات لا أعتقد أن لديهم هذا الزخم من لديه الزخم اليوم من واقع ما أشاهده هو الرئيس دول ترامب نفسه بكارزمته القوية التي يجمع حولها المواطنين الأمريكيين من كل صوب واتجاه خصيصا هؤلاء أصحاب الطبقات الوسطى والطبقات أقل من الوسطى والفقراء الذين يعتقدون أنه منقذ لهم بسياساته المختلفة التي جربوها قبل ذلك بالمناسبة عنهم يتحدثون من واقع التجربة رجل حقق على نسب وظائف في أروقة بين أوساط الأمريكيين من أصول أفريقية وأصول آسيوية حقق 23 إلى 26 ألف نقطة في البورصة الأمريكية منذ أن تولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في أسواق الأوراق المالية والبورصة طبعا واستطاع أن يحجم الصين تجاريا باتفاقية ضخمة للأسف لم ترى النور بسبب مشكلات كورونا إلى آخره وكان لديه سياسات أكثر سرامة مع بعض الملفات لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج فيما تعلق مثلا باتفاقية نفتة مع كندا والمكسيك قم بإعادة صياغاتها لمصلحة المواطن والعامل الأمريكي كان يتعامل بشدة وصرامة أكثر مع إيران لديه ملفات كثيرة كان يفضلها الأمريكيون سواء في الداخل وفي الخارج وجربوا ذلك فأعتقد أن كل ما قام به ترامب في فترة رئاسته سيؤهله من جديد كي يكون هو ربما المرشح الأفضل لدى ملايين كثيرة من الولايات المتحدة سيد ذهاب أخيرا إذا ما تم إدانة رئيس ترامب يعني هذه تهم خطيرة جدا ما السيناريوهات هنا؟ هذه الأول مرة ستكون نرى ربما ذهاب رئيس أمريكي سابق للسجن أليس كذلك؟ نعم صحيح سيكون هو الرئيس الرئيس وليس المرشح سيكون الرئيس الذي يذهب إلى السجن لأنه كان هناك أحد المرشحين قبل ذلك أعتقد يوجين ديبس كان مرشحا قبل 103 أعوام ويعني ذهب إلى السجن وكان مرشحا وحصل على مقرب مليون صوت من الناخبين الأمريكيين أنا ذاك ترامب طبعا لديه ربما قاعدة تقدر بحوالي 70 مليون صوت يعني يستطيع أن نفوز بالانتخابات بسهولة إذا ما تجمعت حوله بالفعل وإذا ما ذهب إلى السجن يستطيع أن يمارس مهام منصبه ولا يمنعه أي أحد الطريب في الدستور الأمريكي أنه يتطلب للترشح للرئاسة الأمريكية أن تكون فوق 35 عاما ويعني مكثت في الولايات المتحدة 14 عاما وأن تكون مواطنا مولودا في الولايات المتحدة الأمريكية لكن تخيل حضرتك لا يمنعك ولو أدنت حتى في جناية تستطيع أن تترشح وتكون رئيسا لكن لو أدنت في نفس هذه الجناية يمنع عنك حق التصويت يعني لا تستطيع أن تصويت لكن من الممكن أن تكون رئيس من واشنطن الكاتب والبحث السياسي سيدي هاب عباس شكرا جزيلا لك تحياتي